اشتركوا في القناة الى مشاركة ثمانين فارسا وفارسة يمثلون اثنتين وثلاثين دولة من مختلف دول العالم وشارك الفرسان جعفر ميرزا وعبد الرحمن الزايد ورائد محمود ومنال فخراوي في الفحص البيطري مع الجياد واجتازت جياد جميع فرسان الفريق الملكي الفحص البيطري بنجاح واصبح الفريق في كامل الجاهزية لخوض البطولة المهمة التي يتطلع فيها لتحقيق افضل النتائج بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للفريق وجرت مراحل الفحص البيطري وسط تنظيم جيد من اللجنة المنظمة وحرصهم على اتباع التعليمات الرسمية لتأمين نجاح الفحص كما شارك فرسان الفريق الملكي في عملية الوزن وترقيم الجياد من جانبه شارك الدكتور خالد أحمد حسن مدير الفريق الملكي في الاجتماعات الفنية الخاصة بالبطولة التي عقدت في قرية البطولة بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة شادت اللجنة المنظمة بتعاون كافة المنتخبات المشاركة في البطولة وحرصهم على تطبيق كافة ارشادات اللجنة لتأمين اخراج السباق بأفضل صورة تنظيمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة